هل تنويرون الطعام لأسد يزن 200 كيلوغراماً كما لو كان قطاً؟ في حديقة خاصة للحيوانات في بوينوس آيرس الزائرون مدعوون للهو مع حيوانات مفترسة ألف الزوار يأتون كل سنة لمداعبة حيوانات من المفترض أنها مفترسة جميل، رائع شعرت بالأمان لأن حراس الحديقة ساعدني لكنني شعرت أيضاً بشيء من الخوف صاحب حديقة لخان يقول إنه طور نظاماً فريداً لتجين الحيوانات البرية صغار أسود ونمور ودببة وولد في الحضيرة تمت تربيتهم إلى جانب كلاب أليفة ويضيف صاحب الحديقة أنه لا يترك الحيوانات تشعر بالجوع ما يجعلها هادئة وفق قوله يتطلب تدريب الحيوانات من نحو سنتين إلى ثلاث سنوات لتتمكن من التمييز بين أيدينا والطعام هذه الحديقة هي من أهم المواقع السياحية في العاصمة الأرجنتينية لكن المكان مثير أيضاً للجدل فالبعض يقول إن الحيوانات البرية لا يجب تربيتها كالحيوانات الأليفة عريضة على الإنترنت تطالب بإغفال الحديقة حصدت أكثر من أربعين ألف توقيع وتدعمها جمعيات الرفق بالحيوان وأخصائيون الوجود بالقرب من حيوانات برية خطير لسببين يمكن أن ننقل أمراضاً إليها كما يمكن لهذه الحيوانات أن تنقل إلينا الأمراض والسبب الثاني هو أنها تشكل خطراً على أمننا فمن الذي يضمن أن أسداً أو نمراً أو فيلاً ينهاجم إنساناً؟ بعض الناشطين يقولون أيضاً إن سبب هدوء هذه الحيوانات عندما تكون بجوار الزوار هو أنها تعطى مسكنات وطالب بإجراء تحقيق لكن صاحب الحديقة يرفض قطعياً هذه الادعاءات وهو بصدد إنشاء محمية للحيوانات أوسع من الحالية خارج بوينوس آيرس خارج بوينوس آيرس خارج بوينوس آيرس